انخفاض الاستثمار في متطلبات تكوين قوة عاملة منتجة الخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم ما بقاش فيه خلاص حد بيعمل استثمارات في القطاعات دي استنزاف رأس المال من البلاد في المشروعات الكبرى واعاقد قدرة مصر التنموية على المدى الطويل خلاص الراجل كبل ايدين ورجلين مصر بشكل كامل واعاقد تنمية القطاع خاص قادر على البقاء ما بقاش عندنا قطاع خاص للأسف قادر انه يواجه التحديات في الوقت اللي ماجد مندور بيكتب فيه المقال ده واللي السيسي بياخد البنك المركزي وبيغرأ في الديون وكالب بلومبرج بتنشر تقرير مهمة ايضا فيه رقم غاية في الخطورة النظام بيحاول يعوض المشاكل اللي هو بيعنيها مش كده فبيع سندات بكام؟ بخمسة وتلاتين الف دولار فقط بيظهر تراجع الطلب بسبب مخاف نهار الجنيه النظام بيحاول يبيع سندات عشان يعوض اللي ماجد كان بيتكلم عنه في ميد الاسطاء لكن المفاجأة اللي بتقولها بلومبرج ان احنا عندنا هنا رقم مخيف تعالوا نشوف تفاصيله فيه تقرير وكالة بلومبرج الخمسة وتلاتين الف دول من كام؟ تعالوا نشوف مع بعض طيب في ضعف حاد في الاقبال على السندات المصرية الناس ما بقتش تشتري سندات مصرية ليه بقى؟ مصر باعت أربعة من مية فقط من السندات المعروفة نركز بقى مع بعض كده في الرقم ده جماعة خمسة وتلاتين الف دولار من أصل سبعة وتسعين مليون دولار ايه؟ يا نهر أبيض يعني النظام كان عايز يبيع سندات بسبعة وتسعين مليون دولار اه باع بكم؟ بخمسة وتلاتين مليون؟ لا باع بثلتمية وخمسين الف؟ لا ده باع بثلتمية وخمسين الف؟ طب الناس ليه مش جاية مش مقبلة على السندات؟ بلومبرج بتقولي ان ده أقل بيع للسندات المصرية محليا على الإطلاق المستثمرين طلبوا بفايدة وصلت لـ 28% الحكومة قابلت بفايدة 21 و7 من 10 التراجع بقى بسبب ايه؟ الدائرة المفرغة اللي بنلف فيها الأواني المستطرقة اللي كنت بحكي لك عنها في حلقة الجمعة اللي فاتت التراجع بسبب الخوف من انهيار جديد للعملة العملة لسه تتعوم لسه تنهار لسه تروح حتى عقود العملة تراجعت لتتجاوز 41 جنيه مقابل الدولار في الأسواق الآجلة لمدة 12 شهر واضح ان فيه أزمة مش طبيعية بيمر بيها الاتصاد المصري واضح ان النظام إما انه أعمى مش شايف الأزمة وإما انه شايفها ومبسوط انه رايح لمرحلة الغرق وإما انه شايفها وعرف انه بيغرق بس النظام خلاص رفع الرأي البيضة ومبقاش عارف يعمل ايه وبقى مسلم أكتاف وأنا أميل للتحليل التالت ان هذا النظام خلاص هو عارف انه غرق اقتصاديا وبس منتظر اي ايد ترفعه للأسف كل الناس رفعت ايديها عنه في انتظار لحظة النهاية هتيجي امتى يمكن يكمل سنة سنتين تلاتة الله أعلم لكن النظام ده فعليا بالأرقام كده غرق رقم 35 ألف من 97 مليون بيقولك ان الناس لا وثقة فيه ولا وثقة في السوق ولا وثقة في الاقتصاد المصري مع الأسف اشتركوا في القناة